بسم الله الرحمن الرحيم في وقع الأمر فيه شريحة كبيرة من الناس يبقى نفسها تاكل حاجة مسكرة أو أي حاجة حلوة إنما لازم تعمل ألف حساب قبل ما يعملوا الخطوة الجريئة ويمكن على رأس القيمة دي مرضى السكر واللي وزدهم زايد بشكل ملحوظ أو الحركة عندهم محدودة جدا واللي مفيش عمار بينهم وبين ممارسة أي رياضة حتى الفواكه زي التين والمانجا والعنب على سبيل المثال الفواكه الحلوة يعني برضو كتير محرومين منها والأسباب كتيرة علشان كده الحقيقة أنا فكرت أعمل للناس دي كلها مربى هي الحقيقة مش مربى بالمعنى المعروف إنما وصفة واخدى شكل المربى اللي هو شكل النهائي بتاعها يعني المربى دي بالمكونات بتاعتها هيستفيد منها ناس كتير وبصفة خاصة مرضى السكر ومرضى القلب ومرضى السرطان لأن المرضى دول في الغالب بتبقى المناعة عندهم ضعيفة بسبب المرض من ناحية وبسبب الأدوية اللي بيأخذوها من ناحية تانية حتى اللي وزنهم زايد واللي حركتهم أليلة أو على الأد برضو هيستفيدوا إن شاء الله من المربى دي أما اللي بيشتك من النحافة أو حد يكون عنده أنيميا ونحيف في نفس الوقت هيلاقي في المربى دي اللي يساعده كتير في المشاكل الصحية بتاعته مكونات المربى دي كلها فيها عناصر طبيعية لزيادة المناعة ورفع كفاءة الجهاز المناعي لأن طبعا بسبب انتشار فيروس كورونا وأغلب الناس بتجري وراء أي حاجة وأي داوة يتقال أنه بيرفع المناعة وعشان كده مكونات المربى دي هلأ فيها فيتامين إي وبيتامين ألف يعني وبيتامين إي وبيتامين سي والزينك عناصر الزيادة المناعة اللي احنا كنا بنجي وراءها بإضافة للكمية محترمة من الألياف الطبعية ومنضات الأكسادة وبيتامينات به المركب والحديد والكلسام والنحاس والماغنسيوم والفوسفور والبوتاسيوم يعني كده الوصفة عاملة زيكون صيدلية أو نقدر يعني نقول عليها أنها عبارة عن وجبة شبه متكاملة من العناصر الغذائية وبالتالي فواية الصحية مش قرية لا أبدا المربى اللي أي حد ممكن يعملها في البيت لم يحتاجة تسخين ولا حتى حفظه في التلاجة بعد كده ولا وقت كبير للتحضير المربى بكل بساطة عبارة عن بنجيب نص كيلو عسل أسود أو عسل أبيض حسب بقى كل واحد بفضل بطبيعة الحلوة حسب مزاجه وبنحط على العسل ده ربع كيلو من الفول السوداني وتمني كيلو من الزبيب وتمني كيلو من السمسم الأبيض الني اللي هو مش محمص ونقلب كل ده كويس أوه علشان كل المكونات تمتزج تمتزج مع بعضها يعني إحنا كده هيبقى عندنا كيلو من المربى بالطريقة دي بالنسبة بقى اللي بشتكب النحافة أو نحافة مع عنيميا ممكن ياخد معلقة أو اثنين مريض القلب أو السرطان أو أي مرض مزمن ممكن ياخد معلقة أو اثنين كل يوم حتى بالنسبة للمريض السكر ممكن ياخد معلقة كبيرة أو اثنين كل يوم وبكل أمان ونفس الشئ بالنسبة لللي وزنه كبير أو عاوز يحافظ على وزنه ولما نقول ما فيش خوف من استعمال المربى دي ده لأن المعلقة الكبيرة هيبقى فيها بالكتير تمانين سعر حراري التمانين سعر حراري دول بمنتغة البساطة هل لا يوم في حبات بطاطس مسلوقة أو بيضة مسلوقة أو صمر الطفاح وللعلم بالشيء بس صباع واحد من الموز في 105 سعر حراري الرغيف البلدي اللي بناكله في 300 سعر حراري البقصود من الكلام إن لو حد بيأكل رغيف بلدي في أي وجبة ممكن يأكل نص وبعد كده يحل بمعلقتين مربى وهكذا يعني كل واحد ممكن يتحكم في اللي بيأكله بصفة أساسية ويضحب جزء من الأكل ده مقابل إنه يأكل حاجة حلوة وفيها كل العناصر اللي بتزود المناعة بتاعته وبتحميه من أمراض كتيرة طبعا بمشيئة الله وحتى اللي مش عاوز يضحب جزء من الوجبة الأساسية بتاعته نقوله إن كل معلقة كبيرة من المربى مش محتاجة مننا أكتر من 20 دقيقة مش علشان نحرقها يعني في الحالة دي هنأكل حاجة حلوة ومفيدة وكمان بسببها هنعمل شوية حركة وشوية رياضة على أي حال لو عملنا المربى دي ولقينا العسل كتير في الحالة دي نحط كمية تانية من السمسم السمسم بسببها خاصة لإنه الحقيقة مليان بالزنك والألياف الطبعية ومضادات الأكسدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة